اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارع فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعا ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذه واخذت الرابيا إنا لهم ما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وعملت رضوان جبال فدكتا لكتا واحدا فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عاش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني مناق حسابيا فهو في عيشة عاضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا قلوا واشربوا لي أم بما أسلفتم في الأيام خاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولمدرنا حسابيا يا ليتها كانت قاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون دراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقوم رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا مما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا مما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقوى ولا علينا بعض لقاوين فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حافسين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر